يمكن النهاردة زي ما شفتوا كده كان فيه ديو في النهاردة مشرفين الملعب وحرسوا على انه هم يعني يهنوا اكيد اللعيبة بالفوز او تحقيق ثلاثية ويدعموهم في اللجاية لانه المشوار اكيد اللجاية اطول واصعب وجمهور زي ما قلنا جمهور دايما طماع بيحب الزيادة فان شاء الله يحققوا ده نهاردة زي ما انت قلت كان كابتن واق الجمعة صخرة صخرة الدفاع موجودة طبعا كابتن محمود الخطيب كان حريص على حضور تمرينة النهاردة السادي عجوب السعدي رئيس قنوات ابو دابي الريادية كمان كان موجود النهاردة زي ما شفناه في الفيديو النهاردة طبعا اللعيبة حسن نهاردة في التمرينة في حماسة فيه كده دوافع جديدة فيه حوافز جديدة اللعيبة دخل عليها ان شاء الله متحمسين جدا متفقلين باللي جاي يمكن ده بسبب او نتيجة اللي حققوا في الفترة اللي فاتت فما فيش دافع احسن من كده ولا افخم من كده خلينا نقول النهاردة كمان من ضمن الاخبار الحلوة لجمهيري النادي الاهلي الثلاثي اللي كان طبعا الجمهور بيسأل عليه دايما باستمرار وكان بيتمنى يشوفهم في الكاس وفي نهاية افريقيا النهاردة وليد سليمان الحمد لله يا رب كان موجود وبتصور مع التلت كقوس اللي النادي الاهلي حققهم احمد ياسر ريان النهاردة كمان كان بيشارك في التمرينة مع ايليو ديانج جمهيري النادي النهاردة كانت يمكن معظم الناس شافت الصور النهاردة في تمرينة العصر لكن النهاردة الثلاثي كان بيشارك بشكل رسمي في الميران بعد ما تعافوا من اصابة كورونا فيروس وطبعا كانوا بيخضعوا لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطب الخاص بوزارة الصحة المتعارف عليه يمكن النهاردة الجهاز الفني كمان كان مسيطر عليه يعني حالة من السعادة بعد ما عاد سليمان مرة تانية ديانج أحمد فالنهاردة كمان زمانهم كانوا فرحانين بيهم جدا وخاصة وانهم كانوا من اسباب انتصارات الفريق الموسم ده حسين الشحاك كمان يمكن النهاردة بيخضع لفحص طبي قبل ما ينطلق الميران واكتفى بجلسة في الجم بس وده طبعا كان تحت إشراف الفريق الطبي أما بقى نجمنا الجديد طاهر طاهر محمد طاهر اللي تعرض لإصابة قوية جدا في وشه خلال المباراة مع طلاق الجيش في النهائي كاس وطبعا النهاردة كان عنده بس جلسة في الجم هو كمان وحضركم عارفين أو اللي مش عارفين أنه هو تعرض لإصابة قوية جدا في الراس استلزمت إجراء يمكن عمل غرس في دماغه لما كان بيشارك فيه ماتش الفاينل لبطولة كاس مصر أخيرا مروان محسن هو كمان كان بيقدي جلسة على جاية في الجم علشان يجهز لمواجهة مصر المقصة يوم الأحد اللي جاي وأولى مواجهة النادي الأهلي في الدوري الموسم الجديد كان مروان بيشتك شوية من إجهاد يعني عضلي بعد ضغط طبعا المباراة الكبيرة اللي فاتت ولكن يعني في الأخير بيعودوا تقريبا كلهم يعني الحمد لله مرة تانية هيشاركوا يعني الاستعدادات بشكل قوي جدا وخليكي يمكن أنا عشت اشتركوا في القناة